قال وزير النفطة العراقية حيان عدغني أن شركة كي بي أهر الأمريكية تجري حالياً مفاوضات مع العراق لاستثمار مشروع البترو كيميائيات في محافظة البصرة هذا وقال وزير النفطة أن لدينا مفاوضات مع شركة كي بي أهر الأمريكية لاستثمار مشروع نبراس البترو كيميائيات في محافظة البصرة ومشاريع الغاز والأسميدة فضلاً عن أن شركة تنفذ مشاريع كبيرة للنفط والغاز في حقل مجنون وموضح أن العراق يرحب بجميع الشركات النفطية العالمية الأمريكية والروسية والأسيوية والأوروبية للعمل في العراق وأن انسحب شركة أكسون موبيل الأمريكية من حقل غربي القرن الأول في محافظة البصرة وانسحاب شركة تشل من مشروع البترو كوميوية ليس له علاقة بالأوضاع الأمنية وأنما هو جاء لدواع أخرى اشتركوا في القناة